طبعا البرنامج الحكومي الذي يطرح على الكاظومي يحقق كثير من مطالب المتظاهرين عندما أكد على الانتخابات المبكرة وأكد على قانون الانتخابات الجديد وأكد أيضا على تشكيل هيئة أو مفوضية التصاص من قتل وأصابه هذا المتظاهرين أيضا القتل وأيضا حصر السلاح بيد الدولة فإذا معنى ذلك أنه حقق مطالب المتظاهرين المتظاهرين لا يطالبون بشخصية معينة بقدر ما يطالبون بتحقيق مطالبهم وهذا ما أوعدهم به الكاظومي بأول لقائلة وبالبرنامج الحكومي الذي طرحه وكذلك بأن يسميه بدأ يعمل لا يمكن أن نقيم وزارة الكاظومي ونحكم عليها خلال أسبوع أو يومين إذن لابد أن ننتظر مئة يوم ونرى ماذا سوف يحقق في المئة يوم الأولى هل هو فعلا جاد في تحقيق مطالب المتظاهرين في تحقيق الانتخابات المبكرة في أيضا مثل ما يقولون إصدار قانون الانتخابات الجديد في تأسيس مفوضية انتخابات جديدة ونزيهة فلذلك إذا استطاع فعلا أن يحقق هذه في المئة يوم الأولى نستطيع بعد ذلك أن نقيم له مئة يوم الأولى شنو في إشارة إلى مهلة السيد الصدر لا في كل دول العالم لا يمكن أن تحكم على رئيس دولة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية من إجهة ترامب ينطوه مهلة مئة يوم يشوفوا النتائج عمله بالمئة يوم هل مئة يوم تبين النتائج هل هو جاد بالعمل فعليا بتحقيق برنامجه الحكومي أم غير جاب فإذن هذه في العالم وليس احنا اخترعناها في العالم كلها موجودة المئة يوم فإذن بالمئة يوم الأولى نرى عمله ماذا حقق في المئة يوم الأولى هل حقق شيئا للمتظاهرين هل حقق شيئا بالخدمات العامة يعني سكوليتنا نعرف هناك نقص بالخدمات العامة الكهرباء كثير منهم إذا حقق أشياء بهذا المستوى نستطيع أن نطلق بعد ذلك مثل ما يقولون الصفات التي نريدها حسب العمل هنا حوالي عندنا شهر أما مثلا أنجب مثل أما مثلا زيارة تقاعد زيارة الدفاع أنا في اعتقادي هذه باعتبارها رئيس للوزراء بتليفون واحد هذا عمل روتيني يقول للرئيس التقاعد ماشي التقاعد يمشي يراد الزيارات إلى آخره لماذا أن يعتبر هو هذا دليل النجاح وعمل النجاح عندما يستخدم سلطته بشكل مباشر من خلال الأدوات التي يملكها